امبارح بدأت فعليات المسابقة العالمية الـ 29 للقرآن الكريم تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا هتستمر لمدة خمسة أيام بتعبر هذه المسابقة أو بتعتبر كمان من أهم مسابقات حفظ القرآن الكريم على مستوى العالم الإسلامي كله خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المسابقة من الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف صباح خير عليك يا فندم على حضرتك وعلى كل سنة مشاهدين يا أهلا بك يا فندم عايزيزي نتكلم عن المسابقة بشكل عام مسابقة حفظ القرآن الكريم في دورة الـ 29 يمكن الحمد لله بدأت فعاليات المسابقة من مبارح الـ 29 وزارة الأوقاف هي يعني معروفة على مستوى العالم الإسلامي كله المسابقة كل الأولاد في جميع الدول بيبقوا حرصين كل الحرص أنهما يجوا المسابقة بتاعة مصر عشان عارفين قد إيه فيه شفافية قد إيه فيه حيادية قد إيه معروفة المسابقة لها ثقة عالمي يمكن السنة دي وكل سنة معالي وزارة بيستحدث أفرع جديدة جدا في المسابقة السنة دي عندنا 8 أفرع للمسابقة يمكن فيه الأول مرة عندنا حاجة اسمها الأسرة القرآنية بتبقى مثلا الأب أو الإبن أو الإبنة ومعهم ممكن تبقى معها الأم عندنا ثلاث أسر النهاردة بيتنافسوا النهاردة والاختبارات بتاعتهم هتبدأ النهاردة إن شاء الله بإذن الله حافظة الأسرة كلها الأب والإبن أو الإبنة يعني زي ما هيكون الترتيب بتاعهم اسمها الأسرة القرآنية عندنا ثلاث أسر النهاردة سيتم الاختبار والتصفية النهائية لهذا الفرع عندنا فرع جديد برضو للقراءات القرآنية عندنا فرع استحداث جديد المحافظ المثالي يعني أي المحافظ المثالي ويدي خاصة بالمحافظين في مصر يعني هو حافظ كام واحد من الأولاد المكتب بتاعه ومكتب التحفيز بتاعه نشيط قد إيه هو أسمرت هذه المسابقة في الأولاد والتحفيز عندنا طبعا زو الهمم فرع خاص بيهم عندنا الناشئة برضو أيضا فرع خاص بيهم ويمكن مع توجيه السيادة الرئيس أن زيادة المكافئات حد أن النهاردة حد أن النهاردة أقل واحد هفوز في المسابقة هياخد مئة ألف جنيه حد أنه طيب إفندم يعني لو تكلمنا كمان عن تفاصيل المسابقة وهذه الدورة دورة 29 كم متسابق؟ كم دولة مشاركة؟ نحن عندنا النهاردة 58 دولة عندنا يعني 98 متسابق على مستوى المسابقة من جميع الدول الأفريقية وأوروبية لكن هو بيبقى فيه روح منافسة بين الأولاد مع بعضهم يعني الجو نفسه بيبقوا قاعدين احنا طبعا معروف المسابقة الوحيدة على مستوى العالم الإسلامي اللي هي النتيجة بتاعتها بتظهر والولد قاعد يعني مفيش أي حاجة خاصة بيبقى عارف النتيجة بتاعته هو بيخلص بتظهر على الكمبيوتر خالص لأنها معروفة شفافية وحيادية فبتبقى عاملة يعني بين الأولاد كده وهم قاعدين كل واحد بيبقى قاعد مستني السؤال ده جيه ازاي وهي جاوب ازاي وزميله وراح ازاي وبيبقى عارف النتيجة بتاعته بدون أي لعب وبدون أي منتهى الحيادية ومنتهى الشفافية بتبقى في النتيجة طبعا احنا كل سنة بيبقى العدد أكتر من السنة اللي قابليه لأن في دول كتير جدا بتطلب أن أولادها يبقوا مشاركين في المسابقة عارفين قد إيه ليها سيقل وعارفين قد إيه بتتمتع بالشفافية والنزاهة وعارفين قد إيه بيبقى في القراءة هما الهدف برضو عشان يلتقوا بالقراءة المصريين يمكن الحاجة الوحيدة احنا متفردين بيها تجويد القراءة المجودة يمكن احنا بنسمع الترتيل في كل الناس على مستوى العالم لكن عشان خضر حد يقرأ القراءة بالتجويد زي مشيخنا ما فيش حد موجود فهم بيبقوا مبسوطين عشان يلتقوا مثلا بمضادرة الشيخ حشاد نقيب السادة القراء الشيخ الطروطي الشيخ محمود الخشد المشيخ اللي هما بيسمعوا عنهم النهاردة في العالم الإسلامي فهم بيبقوا سعداء أن هما جايين عشان خاطر يغضوا منهم ويسمعوا منهم تجارب مهمة برضو في المسابقة جدا احنا يمكن يوم الجمعة كنا عملنا لهم مقراءة كان فيها كبار القراء برئاسة الشيخ حشاد وإن شاء الله بإذن الله النهاردة برضو في واحدة بإذن الله موجودة وهم فرحلين جدا أن هما بيشوفوا القوامات اللي بيسمعوا عنهم وبيشوفهم في الفضائيات عظيم طيب كيفية التقييم بيبقى على أي أساس يعني طبيعة الأسئلة هل احنا برضو حفظ ولا حفظ وفهم الأسئلة بتكون عاملة ازاي وعلى أساسها نروح للتقييم بيكون عاملة ازاي ومين اللي بيقوم كمان بعملية التقييم طيب إحنا عندنا ست محاكمين من خارج مصف جابين من كل دولة ست محاكمين وعندنا المحاكمين المصريين بتوعنا بتبقى كل المنصة على أجهزة كله إلكتروني عندنا الفرع الأول الصوت الحسن الصوت الحسن ده المحاكم بيسمع بيشوف طبقة الصوت التجويد بتاعه القراءة المقامات المدود بتاعته كويسة النفس بتاعه الطويل فده بيبقى فرع ده طبعا تقييم اللجنة التقطية كمان ها واللجنة نفسها هي قعدة وهي طبعا خبراء جدا في التحكيم فكل حاجة بتبقى لها درجة يعني المقام ده ليه درجة الصوت الحسن ليه درجة الوقافات الوقافات ليها درجة كل حاجة ليها درجة والوقاف بيبقى عارف أن كل حاجة هنا فيه سيستم معين موجود وبيبقى عارفة الدرجة بتاعته بتظهر له على طول وهو قاعد سؤال له درجته كذا سؤال التاني درجته كذا سؤال التالي درجته كذا بصراحة منتهى شفية والحديثة فلو جاوب صح درجته قدامه قدامه والأسئلة برضو كمبيوتر يعني هو بتبقى قدامه الشاشة فيها 30 أيقونة هو بيضغط مثلا رقم 2 دسع رقم 2 بيقوله اقرأ من قوله كذا إلى قوله كذا بقى عشان مثلا ما يقولك الشيخ أسألني سؤال سهل لا أصله سؤال زميلي سؤال صعب لا أنت قدامك الأيقونات موجودة على كمبيوتر ومراعب فيها الأرباع يعني مثلا مش يجيله مثلا الأربع أسئلة في الربع الأول في القرآن لا كل ربع فيه سؤال يعني مش يجي أسئلة مثلا في سطة بقرة بس لا هو كل سؤال في ربع من القرآن مع منع التكرار ممكن مثلا تقولك لا السؤال ده جيل لا ما فيش الكلام ده كله البرمجة بتاعتنا جاهزة هو بيضغط على الزرار بيطلع له اقرأ من قوله كذا إلى قوله كذا طيب دكتور شام حضرية كلمتنا عن فرعين من المسابقة المسابقة لها عدة أفرع أخرى على سبيل مثال فرع حفظ القرآن وتفسير وفهم معانيه ومباحث أيضا علوم القرآن لو تكلمنا عن هذا الفرع وده أهم فرع يمكن بصراحة كان الرأي والسديد لمعالي وزير وقف الدكتور محمد مختار جمعة أنه ليس المقصود بس الحفظ لأن احنا محتاجين الفاهم الصحيح يمكن احنا كمصريين عانينا كثيرا من الخلط والفاهم الغير سوي للقرآن الكريم فإحنا محتاجين أولادنا لما يحفظوا القرآن الكريم يبقى فيه حاجة اسمه يفهم القرآن الكريم فهم معاني المقاصد الأساسية للقرآن الكريم المقصد الأساسي لأي صورة من صور القرآن الكريم لأن احنا النهاردة محتاجين الفاهم الصحيح للقرآن الكريم الفكر المستنير للقرآن الكريم ومش يمكن حضر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه ما قالش خيركم من حافظ القرآن وحفظه صحيح عشان نشوف المقصد هم حاجة للفاهم الصحيح لتعليم القرآن الكريم لأن ممكن إحنا نحفظ القرآن الكريم لكن ممكن يكون مفهوم خاطئ زي ما الجماعات المتطرفة عملت وألقت الفهيم الخاطئة عن القرآن الكريم الفهم غير الصحيح للقرآن الكريم لو للنصوص غير القرآن الكريم لكن دي نقطة مهمة يا فندم يعني عذرا للمقاطعة طبعا ولكن الفهم ده استنادا على إيه النص القرآني موجود من النص القرآني هو النص القرآني موجود لكن هو ما بيعرفش في عندنا في تطبيقات علوم القرآن وده فرع موجود في المسابقة في حاجة اسمها أسباب النزول أنا ما ينفعش آية نزلت في واقعة معينة أطبقها على باقي ما ينفعش آية نزلت في الكفار أطبقها على باقي الناس وده سبب اللي احنا فيه النهاردة يمكن الأمر ده كان فاطل ليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو أمير المؤمنين قعد مع نفسه كده وسأل نفسه سؤال ممكن الأمة دي تختلف فسيدنا عمر جاوب عن نفسه قال لا ليه بيرد على نفسه قال لا أن رب واحد دين واحد ونبي واحد وكتاب واحد وقبلة واحدة وإيسا ما فيش ما لكن لو لما يطمئن يعني جواه مش متطمن لكده فجاب سيدنا عبد الله بن عباس وهو عارف أنه حبر الأمة وربنا ده بدعوة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أفقه في دين وعلمه التأويل فقال له هتختلف الأمة قال له نعم بسرعة كده سيدنا غير ما يفكر فأصار الدهش عن السيدنا إزاي ده رب واحد ودين واحد ونبي واحد وكتاب واحد وقبلة واحد قال له نحن نقرأ القرآن ونعلم متى نزل وأين نزل وفيما نزل ده الأساس إحنا فهمين القرآن إزاي نعلم أحكام المعاني ونفهم دلالة الأحكام إحنا عارفين الحكم ده إمتى وطب إمتى وفين فيأتي أقوام يحفظون القرآن لكن لا يعلمون أين نزل ولا متى نزل ولا فيما نزل ولا يفهمون دلالة الأحكام ولا أحكام المعاني قال فيختلفون فيحتقون يعني كل واحد شايف أن أنا الرئيس قال فيقتلون وهو ده سبب الاختلاف أن الناس حافظوا القرآن لكنهم مش عارفوا القرآن نزل لي هنقول لحدك حاجة بسيطة جدا القرآن فيه 114 صورة أكتر من 6000 آية تعالنا أحمل بيان إحصائي كده الآيات التي تتكلموا عن العبادات والفراء دول الأحكام كم ألف من 6000 ما زيش عن 500 آية طب باقي الآيات دي كلها الألاف المؤلفة دي المعاملة الطيبة المعاملة الحسنة في معاملة بينك وبين ربنا في معاملة بينك وبين المسلم في معاملة بينك وبين غير المسلم في معاملة بينك وبين سائل المخلوقات اللي ربنا خلقها من المقصود كله زي ما قال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثته لأتمم مكارم الأخلاق فيه فرق بين التدين والدين أنا صورة الدين يبقى أنا فاهم الدين بصورتي أنا أقول لحضرك حاجة بسيطة جداً ويمكن دي من الإصدارات العظيمة اللي قدرتها وزيطة الوقاف الفهم الصحيح مقاصد السنة نحو فهم من صحيح لمقاصد السنة النبوية حاجة بسيطة جداً السواك إحنا ممكن نشوف النهاردة الشكل العام السوب القصير والسواك اللي في كير دا مش الدين أنا ممكن أصدر صورة عن دا الدين الجلبية القصيرة والسواك لا دا مش الدين خالص السواك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لو لأ أنا أشقه عن المات اللي أمرتهم بالسواك إيه الهدف إيه الغاية من السواك النظافة طب ما فيش سواك النهاردة بس أنا محتاجد نظافة في الفرشقة في المعجون في الغسول يؤدي الهدف المقصود الهدف منه إيه النظافة النظافة مش المقصود نفسه مش السواك في حد طيب دا الفهم بقى الدين للإسلام وإحنا بنتكلم عن فهم الموضوع أعتقد أنه يطول شرحه شوية لأنه بيبقى استناداً إلى التفسير وإحنا عارفين أنه على مر العصور الإسلامية علماء كتير جداً قاموا بتفسير القرآن الكريم كل واحد كان ليه منهج وكان ليه خطة ماشي عليها فيها تفسير بالمقصود والإمام الطبري طبعاً هو رائد هذه المدرسة فيها تفسير بالبلاغة تفسير بالإيجازة تفسير بالتوسع هناك أنواع عديدة للتفسير القرآنية وفيها تفسير الموضوع اللي هو زي ما كنا بنتكلم دلوقتي هو البحث في أصل الموضوع في القرآن كله فيه برضو تفسير بالمقصود للسنة كانوا برجعوا لأقوال النبي وأقوال الصحابة في هذا التوقيت لأنهم بكل تأكيد كانوا كنا ضمنين كلنا سلامة المقصد وسلامة النية ده بالنسبة للصحابة أما التفسير اللي احنا بنرجع نحكم على أساسه في هذه المسابقة أي نوع من التفسير حتى أن الأجيال اللي جاية والشباب والأطفال المشاركين في هذه المسابقة يكونوا عارفين نوع التفسير أو المنهج اللي احنا نمشي عليه دلوقتي هما احنا عندنا المنتخب في تفسير القرآن الكريم المنتخب ده أكثر من عشر لغات تم ترجمته على مستوى العالم كله وده معروف جدا وإصدارات وزارة الرقاف معروف المنتخب في تفسير القرآن الكريم ده تفسير منطقة ومهذب بالعبارة البسيطة السهلة اللي فيها المعنى كل الناس تفهمها اللي كل أي حد يفهمها ده المعروف وكل الأولاد عارفين أن المنتخب في تفسير القرآن الكريم ده الأساس والعمدة في فهم معاني ومقاصد القرآن الكريم ويبقى الهدف المقصد العام للصور المقصد العام للآيات الفهم الصحيح للأيان بعيد عن أي اختلاطات وبعيد عن أي شيء من هذا القبيل يمكن نحن النهاردة بمناسبة المنتخب في معرض الكتاب هذه الأيام تم تريم القرآن للغة العبرية وكان قبله اللغة اليونانية قبله كان الهوسط السنة يطلع ثلاث ترجمات من عندنا آخرها اللغة العبرية طيب يفندم أيضا فيه فرع آخر هو فرع حفظ القرآن وقرأته بالقراءات السابع طبعا ده من العظم والجمال الموجودة في المسابقة أن يبقى في القراءات إحياء دولة التلاوة في حالة غير عادية النهاردة في مصر إحياء دولة التلاوة بكل أركانها وبكل بيشوف المقراءة المجودة بيشوف ورش موجودة مرتلة القراءات إحنا محتاجين إحياء لهذه القراءات وده فرع مفتوح لا يسيقتصر أمر فقط على حفظ القرآن الكريم وإنما القراءات معنا أساس القراءات بيبقى فيه توجيه من السادة المحاكمين أنا عايز قراءة ورش أنا عايز قراءة عمر أنا عايز بيوجه القراءة والتفسير هل بالضرورة أن المتسابق يكون عنده خلفية عن السبع قراءات؟ ما هو لازم يبقى موجود هو السبع قراءات الأصلية الأساسية لازم أنه بعرف أنه ممكن يسأله في أي حاجة فلازم أن يبقى عنده الدراية بكل هذه القراءات وده شيء طيب جدا يعني لأول مرة في المسابقة هاياخد إجازة بعد كده؟ لدخل المسابقة وفاز لا بياخد شهادة التقدير وبياخد فقط إنما مش إجازة بهذا القراءات؟ لا لا ما ياخدش إجازة زي بس كون أنه هو بيقولك أنا اشتركت في المسابقة الاشترك نفسه في حد ذاته ده ما فيش بعد كده إجازة ثانية حتى لو ما فز بالماركس بس كونه وصل التصفيات لأن المسابقة دي في مراحل الأول بيبقى فيه تصفيات فكون وصل للمرحلة النهائية في المسابقة وقعد على المنصة دي إجازة بتبقى كبيرة جدا يعني إحنا برضو عايزين نتكلم عن المحفظين حضرتك قلت إن في جايزة المحفظ المسالي اه المحفظ المسالي إزاي نحن بنوصل لهم؟ يعني إزاي هنوصل للمحفظ المسالي؟ إزاي نحن بنوصل لهم بداية الأمر كله العناية بالقرآن الكريم وبأهل القرآن الكريم إحنا عندنا في الوزارة عندنا 856 مقرأة للسادة الأئمة عندنا 2800 مقرأة للجمهور عندنا مقارئ نموذجية من خلال المقارئ القرآنية ومن خلال مكاتب التحفيظ اللي بتقوم عليها السادة الأئمة إحنا بنعمل رصد لهذه الأمور بنبع التفتيش دوري بيبقى موجود لما بيتم حفظ القرآن الكريم بنبقى عارفين ونعمل اختبار للأولاد فلما عملنا المسابقة كل ناس كتير تقدمت فإحنا بالمتابعة وبالتفتيش وبالاختبارات وجدنا الإمام إمام هو من كفر الشيخ وهو اللي فاز بالمسابقة حفظ عدد كبير جدا بسم الله من الأبناء القرآن الكريم في المسجد اللي هو فيه في المكان اللي هو فيه وكان فيه صور كتير جدا ومن يجعله في ميزان حسناته صحيح هو المحافظ المثالي وهو يعني خلاص ده يعتبر هو الناجح يعني لأن أحنا عملنا تصفيات وهو ده ووقد المكافأة 150 ألف جنيه طيب دكتور حدريكي وقلتنا عدد المتسابقين بشكل الإجمالي بتاعهم لكن عندما نتكلم عدد المتسابقين المصريين عددهم قد إيه؟ عندنا عدد المتسابقين المصريين تقريباً 38 واحد المتسابقين في كل الأفرع عندنا كل الأفرع فيها عندنا فرع بس واحد اللي هو لغير الناطقين باللغة العربية ده فرع وده أكبر فرع عندنا وده أكبر جوايز بتبقى موجودة عندنا احنا خطبرناهم برح والنهارده جايين لكن بيبقى الجميل في المصريين أن احنا عملين فرع لزول همم وعملين فرع للناشئة اللي هو أقل من 15 سنة ده إحنا بيفرز الأولاد اللي هي بكرة وبعده إن شاء الله بإذن الله هم اللي هيبقوا في مقدمة الطليعة وزول همم فرع خاص لوحدهم خالص هم بيتسابقوا فيه برضو تكريماً لهم عشان خاطر حفظهم للقرآن الكريم عظيم أخيراً السن سن الاشتراك في هذه المسابقة وكيفية الاشتراك المسابقة إحنا طبعاً بيبقى الأعداد قبلها بفترة طويلة جداً إحنا السن السنة دي في الأفرع العادية حفظ القرآن للصوت الحسن أو التطبيقات القرآن الكريم أو الأسرة القرآنية الأسرة القرآنية بفترة سنة عشان خاطر الأسرة بالكامل بس لازم عدد أعتقد لازم الأسرة نفسها لازم يبقى فيه أب وأم وأبن يعني الأسرة دي معها طفلين مع الأسرة دي معها طفلين لا ماحنا بنعمل تصفية في الأول يعني ممكن الأسرة تخش خمسة خمس أفراد الأب والأم ومعهم تلات أبناء إحنا بنخلي اختبارات نقول لا هيبقى مثلا الأب واثنين عشان خاطر هما دول الأعلى درجات يعني مش هما ناخد الأسرة زي ما هي كده لا في التصفيات ممكن نلاقي الأم ومعها تنين وبقى لأولاد ما قدروش ياخد فهو ممكن يرشح من أبناءه الأسرة المهم الإخوات مع بعض طبعا مش هادي الميلاد والأب والأم كل ده بس إحنا بننتقل أفضل في الأسرة لعني ممكن يبقى لسه يعني إيه مش حافظ قوي فإحنا بننتقل أفضل في الأسرة فإحنا لما بيبقى موجودين القراءات 45 سنة 50 سنة الناشئة بيبقى 15 سنة أقال من 15 سنة طبعا بنشكر حضرات جزيل شكر دكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع دي بوزارة الأوقافنا وارتنا فندم وجزاكم الله كل خير شكرا جزيلا